السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم شيوات حبيبا الغاوي كانت تمنى تكونوا بي خير على خير مرحبا بكم في أصفة اليوم وهي السفة الشعرية في الدقيقة الواحدة يعني دقيقة واحدة غادي توجدوا السفة ديالكم اللي كتجي مفروزة كيف كتشوفوا معي يعني ما كتتأجن كتجي الحبة على أختها والسفة كي يجي لديد بزاف وسهل في التحضير يعني في دقيقة واحدة غادي توجد السفة ديالك فتابعي معي الفيديو باشن تعرفوا على الطريقة التحضير هناك ناخد الشعرية اللي كتشوفوا معي الشعرية الخاصة بسفة من الأحسن أنكم تاخدوا ليف الكارتونة اللي كتكون شي شوية الحبة ديالها كتكون شوية غليظة هناك ناخدها كندهنها بشوية ديال الزيت تقريبا جوج معلق ديال الزيت غادي ندهنها مزيان 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 حتى كتلبس لي سفة كاملة بالزيت في هذا الأثناء كن وضعت الطنجرة أو كسر الماء أو أي حاجة كنوضع فيها الماء باش كي يغلى على ما كان وجد سفة ديالي فقط كندهنها بالزيت هناك بدل ما يعني كي يغلى قبل ما يغلى الماء يلاك يبدأ باش أنه طلع عليه الغلية كنرمي الشعرية ديالي اللي كان كندهنتها بالزيت غادي نحاول أنني نوزعها في ذاك الماء ونحاول أنني نحركها فقط من الأسفل يعني ما تحركوهاش بحل كندورو الحريرة أو كنحركوها فقط حركوها من الأسفل ديال طنجرة يعني باش بحل كنطلعوها الفوق باش اللي ما كي يبطل تحت وكتلبس لنا ذاك الشعرية بالماء هني غادي نخليها دقيقة واحدة يعني ستين ثانية فقط في الماء ما تزيدو وما تنقصوش باش تجيكم السفة ديالكم ناجحة هني كيف كتشوفوا معي يعني ربقي ما كملة دقيقة وما كتتعجنش ما كتلصق محتى حاجة كتجي أحسن من اللي مفورة فيها الخدمة بزاف لكن هذي صراحة غادي تعجبكم بزاف لأن الكتير من السيدات كيتشكا وأن السفة كتاخد ليوم الوقت وشي مرات كتتعجلني هوم ولا صراحة جربوها الطريقة هذي أكيد غادي تعجبكم هنا بعد ما فاتت دقيقة وحدة كنصفي الشعرية ديالي من اللي ما اللي سلقتها فيها غادي نوضعها في هات الشبكة هذي باش تقطرلي كيف كتشوفوا يعني سفارها متعجنش ويعني تقريبا طايبة كندير ليها القياس ديال الملح وغادي نضيف معلقة كبيرة ديال الزبدة هنا بنسبة القياس اللي استعملت ديال الشعرية فاستعملت نصف كيلو ديال الشعرية اضفت ليها واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة الزبدة النوعية الجيدة باش كتجي بنينة غادي نضيف عليها واحد المعلقة ديال السكار غلاسي بنيسبة السكار غلاسي فكيساعدها انها تجي فتية وتجي بنينة بزف صافي غادي نخليها فهد الشبكة هذي خمسة ديال دقيق وغادي نوضعها في القصرية او اللفشي اينا باش كنحلها مزيان وكننلبسها بديك الزبدة والسكر يعني كنحركها مزيان يعني سفرها ما كتجنش وخا انها مسلوقة كيف كتشوفوا معي يعني سفاء المسلوقة هذي كتجي صراحة غادي توجديها في الدقيقة يعني في الدقيقة الاخيرة غادي تفكري انك يدير السفاء فبها الطريقة هذي غادي تعجبك بزاف وكنشكر بزاف الاخت اللي يعني كانت ورات لنا هالطريقة هذي الطريقة السريعة ديال السفاء صافي هنا بعد محلتها مزيان كيف كتشوفوا معي يعني كلها مفرزة حبة على أخذها وبالنسبة لبنت لكم يعني كتجمع فغادي تحلوها فقط باليد ديالكم او بالفورشيت يعني سائلة انها تفك ما كتجن ما كتلسق مع حتى حاجة يعني ناجحة مليون في المئة مليون في المئة صافي هنا بعد محلتها كيف كتلاحظوا معي يعني كلها مفرزة غادي ندير الكسكاس ديالي غادي نوجد الكسكاس غنوضع فيه المغليان وغنرد الشعرية ديالي بمجرد ما كتطلع لها كنحسب لها جوج ديال تقيق ما كنفوتهمش صافي كنوضع السفة ديالي في القصرية غادي نحلها مزيان صافي هذه هي واجدة يعني ما غنزيدها لتفويره لحتى حاجة دقيقة ديال سليق مع جوج ديال تفويره كتكون عندك سفة ديالك واجدة هنا غادي نوضعها في التبصيل ديال تقديم بعد ما غادي نحلها غير شوية من احسانكم تقدموها سخونة هنا غادي نوضع السفة ديالي في التبصيل وغادي نقدها مزيان بالشكل اللي بغيتوه ممكن انكم تعملوها في شئيناء وتقدوها مزيان مهم كي يبقى لكم الاختيار انا هنا فقط وضعتها بهذا الشكل وغادي نزينها بطريقة عادية جدا كنوضع الخطوط ديال القرفة وبنسبة لهات الشعرية هدي فالصراحة كتجي احتى بالطريقات المتفونة يعني كتوجد المتفونة ديالكم او الحشوة في الكوكوت الدجاج وكتديروها الطريقة هدي سفة ضغية كيوجد لكم سفة متفونة يعني في الدقائق الاخيرة غادي توجدي تبصيل ديالك صراحة كتنفعها الطريقة هدي بزاف مع ضيف الغفلة او النساء اللي خدامين يعني وما كتكونش عندهم الوقت او لا كتكوني بغيتي توجدي سفة ديالك وما بقى لكش الوقت كتوجديها في الحين هنا يزينتها بشوية ديال الكوكوت والسكار غلاسي ممكن انكم تزينو باش ماء يعني بغيتو كيف كتشوفوا معي سفة كلها بفروزة حبة على اختها وكتجي طايبة يعني كيف كتشوفوا معي يعني راه طايبة ولديدة بزاف كنتمنى انكم تجربوها وتنا الاعجاب ديالكم وما تنسوناش من اللايكات والتعليق زوين محفز للقناة شكرا على المتابعة والى فيديو اخر ان شاء الله